منذ أكثر من عشرين عاماً والعراقيون يواجهون أزمة فقدان ركائز توفير موسواً تعليمي جيد فرغم انقضاء منتصف العام الدراسي الحالي لا يزال قسم كبير من التلاميذ بلا كتب مدرسية في حين لم تعالج سلطات الحكومية مشكلة نقص المقاعد في الصفوف والتهالك المباني وشكاوى من ضعف تدريس المواد العلمية وباعتراث حكومي أقرت وزارة التربية الحالية بحاجة العراق إلى تسعة ألاف مدرسة للتخلص من ظهرة الدوام المزوج مضيفة أن هناك حاجة إلى ستة أو سبعة أعوام لمعالجة هذا النقص وسط تأكيد لجنة التربية البرلمانية بضرورة انتشال القطاع التعليمي من واقع المزري ومكافحة نسبة التسرب العالية مختصون من جانبهم توقع ارتفاع عدد التلاميذ إلى نحو 13 مليون في العام الدراسي المقبل بسبب زيادة السكانية بالتزامن مع النقص كبير في المدارس وطاقم التعليمية فضلا عن تخلف التعليم الحكومي نتيجة السياسات التي تشجع على هيمنة التعليم الخاص التابعة لبعض الأحزاب المتنفذة مع وجود مشكلات أخرى جعلت بيئة التعليم منفرة للتلاميذ في بلد يحتل مقدمة ترتيب الدول المصدرة للنفط في العالم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف كشفت من جانبه عن وجود أكثر من مليوني طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدارس مبينة أن عقودا من الصراع وغياب الاستثمارات دمرت النظام التعليمي في العراق الذي كان سابقا يعد بين الأفضل في المنطقة معاقة بشدة وصول الأطفال إلى تعليم جيد ومنذ عام 2003 وحتى الآن يعاني العراق من وجود 12 مليون شخصا أمي فشرت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ بالوصول إلى أدنى المراتب في التصنيف العالمي لجودة التعليم وظلت خارج التصنيف الدولي بحسب مؤشر مستويات التعليم في العالم